دار الطب حلمك هيبا حيا أهلا بيكو وصلنا دلوقتي للعيادة ومنورنا أستاذ دكتور أحمد عوضالله مدير مركز دار الطب أهلا بيك يا دكتور العيادة منورنا سؤالنا النهاردة بيقول اختزال الأجنة أكثر من اتنين في الحقن المجهاري عايزين نعرف النظرة الطبية اه انتوا السؤال دا ديتوني قبل لما نبدأ هو كنت ممتعد جدا من هو احنا ليه بنقوله أولا هل الأسئلة دي أنا عارتها قبل لما نبدأ لا وحقيقة أنا بطلت أن أنا أقول للناس اللي بيحضروا هو احنا الاتنين ما بندرش الأسئلة احنا نرى الأسئلة على هوا كده فيحنا عندنا نظرة يعني نظرة طبية ونظرة دينية لقصة اختزال الأجنة أنا عجبني جدا السؤال دا لأنه زي ما كنا بنتكلم أنه مش كل واحد الحاجة اللي بيعملها كل الناس حتتفق عليها حتتفق عليها بس هي أساسيات لو فيه دبانة وقت في الأكل خلاص بقى حيتريني الحلقة دي قطعت آه صح كلها ويمكن أنت ما تعملش الوجبة دي النهاردة وممكن ما تكملش تصدير الحلقات الحلقة بتاعت الطبق نفس الكلام بالنسبة ليه زرع الأجنة زرع الأجنة دا هو عدى بمراحل كتير جدا كانوا زمان بيزرعوا بالست والسبع أجنة كانوا زمان بيزرعوا الأجنة في الأنابيب بالمنزار بإبرة كانوا زمان بيزرعوا الأجنة بطريقة بدائية جدا كانوا زمان بيزرعوا الأجنة وما كانش في حاجة اسمها تجميد كانوا زمان بيزرعوا الأجنة في اليوم أول ما يحصل تخصيب يوم وزرعين الأجنة بعد شوية قالك هنترع أجنة في اليوم التاني وبعد شوية قالك هنترع أجنة في اليوم التالت ولما طلعت الحدودة بتاعت أجنة اليوم الخامس قام العالم على حيله لأنه طبعا نسب الحمل بدأت تختلف تماما لما بدأ يزيد عدد الستات اللي بيحملوا في توقم وتلاتة وأربعة وكلام من ده بدأ العالم يلتفت لأنه فيه كارثة هتحصل فيه المنظومات الطبية ولازم عدد الأجنة يقل عشان الستات ما يحملوش في عدد كبير من الأجنة بس سؤالي هل كل الست بتزرع أجنة لازم تحمل؟ لا وهل الست اللي ما بتحملش ده معناه أنه الدكتور ما زرع لهاش أجنة؟ لا طبعا وهل الجنين لما بيتزرع لازم الست تحس بيه؟ لا طبعا وهل الجنين لما بيتزرع وينزل الست لازم تحس بيه؟ لا طبعا ينزل يعني ايه؟ يعني هو النهاردة أنا بزرع الجنين اه ما انجحش الست ما حملتش حاصة دي مش قفا فده دي حاجات معلومات للأسف الشديد بقى هو هنا عشان كده جميل السؤال ده انه مش كل واحدة ست هتحطها فيها أجنة داخل الرحم هتحس بيهم او لازم تعمل اختبار حملة وتطلع حملة طب الست اللي زرعت أجنة وتصادف انها زرعت أجنة وحملت في أكتر من واحد اه ان كانت تاريخ المرضي او ان كانت هذه السيدة سابقا في أي حملة عد عليها كان هناك مضاعفات بسبب وجود أكتر من جنين داخل الرحم لابد من اختزال الأجنة لجنين واحد اوكي ان كانت هذه السيدة معدتش بأي مشكلة أثناء الحملة قبل كده وحملت في أكتر من اتنين يختزل واحد من اللي أكتر من الاتنين يعني أربعة يتشفت اتنين تلاتة يتشفت واحد اتنين يتسابق الاتنين خلاص وسط لو النهاردة السيدة ديا وهي ماشية في الحمل بتعدي بمضاعفات في الأسابيع الأولى من الحمل اللي هو بقى اللي هو بسموه الإجهاد المنزرة هذه السيدة معرضة طول فترة الحمل إلى الولادة المبكرة وعشان كده أولا بيتاخد لا 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 بيتاخد مجموعة من الإجراءات الاحتراظية أيوة مع هذه مع مثلها أولاد السيدات عشان مسبتات توقف أدوية السيولة تدي أدوية السيولة بطريقة معينة ده يعني ده بصفة عامة الجزء الديني المهاردة لو أنا الحمل ده سوف يؤثر علي أنا كصحة وسوف يؤثر على الأجنة وترتفع نسب الإجهار وأفقد الجنين أو الأجنة اللي أنا حملت فيها وممكن ده يؤثر على صحيتي وحياتي فأنا أظن أن الدين يسر بنسبة ما في المية صحيح صحيح ده من الخير صحح فهي بالعقل كده يعني تزال الأجنة تاني إجراء لو هما اتنين والستي تي كان عندها مشاكل في الحمل اشفط واحد قبل كده يعني لو هما أكتر من اتنين وهي حملت في ثلاثة أو في أربعة لا يجوز أنها تستمر بأكثر من اتنين ده المثالي بالنسبة للسيدات اللي بيحملوا في أكثر من جنين عشان بقت موضى دلوقتي يلا نعمل ربط اللي هو ربط عنق رحم إن كان مقاسات عنق الرحم اللي هو القطر من الداخل وطول عنق الرحم مختلف عن المقاييس اللي المفروض عالميا بيقال إنها آمنة يتعمل الربط إنما مش واحدة ست عندها اتنين في بطنها يلا ربطي الربط ده وله قواعد وأسس لأنه مش حيرحمك العيان أو المريضة أو الزوج أو الزوج لو حصل إجهاض وبعدين راحت لدكتورها لا أصل الربط ده هو أنه هو اللي عمل انتهاب في عنق الرحم وهو ده اللي موت العين وهو ده اللي نزل العين بس بشكرك يا دوك نورتينك العادة بشكرك أستاذ دكتور أحمد عوضان مدير مركز دار الطب خلونا نشوف فاصل نلقعني كمان مع بايس وكان الشرع خليكم معنا صباحة